مستمعين الأعزاء رجعنا معكم باش نستكملوا جزء ثاني من حلقتنا لليوم هذري نكملي معكم واليوم معانا ضيفة جميلة عزيزة علينا وسيدة مولهما أكيد غضي نستلموا منها الكثير اليوم معانا سيدة الأعمال خليني أقول عليها سيدة الأعمال سكينا فغلومي صباح النور سكينا صباح الخير عائشة كيف صبحتي؟ الحمد لله لا بس عليك حمد لله عبدي حمد لله سكينا عندك مع الصباح شوية ولا؟ زعمال ما عندي شي مع الصباح لكن صباح صباح ولكن مش مشكلة يعني إن شاء الله تدي حلقة مزيانة إن شاء الله يلا سماركد الله عليك سكينا تعرفتي في مجال تنظيم الحفلات والإيفنتات وعملتي الاسم ديالك في مدينة طنجة ولسه في المغرب ماشية إن شاء الله عليك مزيان اليوم أنت معانا سكينا باش نستلهمه من القصة ديالك والسيدات بمأن إحنا ما زالين في شهر المرأة فضروري تكون معانا مرأة ملهمة مرأة تباركد الله عليها مقدة مغربية باش بزاف ديال الناس السيدات الأخريات يستلهموا منك من تجربة ديالك قولي لنا يا سكينا كيفاش بديتي في مجال ديال الخدمة ديالك؟ أنا عندي جوج بداية شمين بداية؟ نحن عادينا الجوج عشان بالزاد الناس بيبدوا من اللي كيفشلوا أو لك تتسادلوا من الطريق كيقولوا صافي هذه هي النهاية مخصي شي نبدأ مرة تانية بس ده علي الدليل على إنك تباركد الله عليكي عندك هدف واضح بديتي وعاد بديتي مرة أخرى؟ طبعا حكينا من اللي من ديبر من ناحية ديال تصنديم من ناحية ديال تجهيز من ناحية ديال ديكور داك شي كان عندي مصور يعني مش ابتدائي أي كتكون شي مشاركة في القيسم شي حاجة كنت كان نضغية المواحب ديالك بتنتجر صافي أنا نعمل بغيت ننضمه هدي أما شي مشكل غصاني لا كنتي ما عرفاش باش تنتينا كنت رئيس القسم طبعا طبعا كنت دايما أنا مرشحة دايما أنا كنتي اللي أخذ المدفع نسخة هي داكي بقيت بقيت رئيس القسم عملواها دي ولا ناقية ولا اللي كان المهم يكوا معهم شي فشي عامل المهم يعني تكوني في مشاركة صافي من مرهد إعدادي إعدادي كانت عنا أستاذ اللغة العربية وكانت ضربوا من اللغة العربية وكانت العجبة نعملوا شي حوائج وأنا ذك شي كان يعجبني وذك شي ما عارفاشي ذك شي فيه هيدا أيو في الدم أنت هتقولي لي إحنا عارفين يا أبو دم عارفين ما شي إزاي صافي فأول حاجة هو قرر بعيد الحب قرر بعيد الحب وأنا كنحس بالمالة ما كنقدرش حياتي نخليها هكذا وأنتي في المدرسة أو لا؟ أنا في المدرسة في إعدادي صافي قرب عيد الحب فأغشني غنعمل غنعمل أن أقول لأسداده ما خصنش عيد الحب على شكاين هي قتلي آه بصة على شكاين تحمست معايا قلت غنعملوا ندوا في المدرسة على عيد الحب والقسيس وهذه وهذه والقصة وكل شيء قصة كامل نوت عملت ندوا على عيد الحب حرام ولا عميتت ولا عميتت لوقيت ندواها علاش وما خارش نحتمله بي وندوا حرام ومشي حرام عدرت على قصة عيد الحب على القصيس وشني وقع له كامل أنا وبعت الصديقة داليتهما نعم وجبتي ناس مختصين وتكلموا في المرضو أنا وأستاذ ديالي والمديرات المدرسة كانوا نمساحفين معايا لحقايا كن كاشمينة ملآشيطة مورها عاوت الركض كان نحس بالمالة والله العابق في المدرسة ما كان قدارش نبقى قلصة قرية سوية أي مناسبة على طول أي مناسبة مراقبة نفسا نعملو جريدة دي المدرسة زائدة دي الحائط دي المدرسة كل يوم كل أسبوع نعملو شي حاجة فبديت حاوت كل أسبوع كل واحد فيني يشبر شي موضوع نبدو نخدمو فيه صديقة ديالي مثلا مرة أنا مرة هادي مورا جاعت كنشبر أنا جريدة زائدة دي الحائط دي المدرسة أنا كنعملها نعم صافي ونخدم بيها ونلصق ونعدل ونعدل مورا قرب عيد المرأة ناد ود عيد المرأة كنا جيبنا واحد دكتوراه هادرت إحنا كفتيت بقي صغاري شنخسنا نعملوها جي كله بقي في المدرسة وين الحمد لله خدينا تساعدين نحن نسان كيام سان كيام سيز يما كانش لجو مساعد كان بداية موراها قول اللي حدايا ما كانوش مساعديني يعني كله هموا فقريته أو يخرج أو يعني عندهم شي وانا كان عندي ذك الشاغف وفصلتنا ببكالورية وقلت بالله يرحمو الحبيب ديالي وقلت لهم بدي المدرسة ما شبرت شي دك شي اللي أنا وكان شوي مراهقة كاز غلبة بزف بصنبعد من موحي تصحابي كامل باش نقدر نقرأ ونعمل دك شي اللي أنا بغاها مشيت من المدرسة انا واحد صديقة ديالي فقط مشينا بحالي حالي عزلنا رسنا على ديك الكريكة اللي كنت فيها ومشيت نعم فعملت نادوة على احتباس الحراري نادوة انت فيما بترعي بتعبين هدو ما تقدر شي اول حاجة جريدة جريدة حائتي هذا مدرسة ضروري نعمله بزا عندي ضروري كيف ما تخطنا دا نعملو شي حاجة مش تقفو تلامد سبعة في التعلم تمنا في التعلم براكة السبعة كان اعدادي وابتدائي في مؤسسة فضروري لك يخص نشرو داك الشي هذا نوعي ونعرفو مواضيع طبعا ضروري مواضيع مهم أنا ضروري البحث فكنت انت اللي دائما مكلفة بهتشي أنا مكلفة وانا السباق وانا مشي عند إدارة وانا عندي شي مشاكل يعني هادشي هذا حبيته حبيتي حبيتي وعملت نادوا في احتباس الحراري في مجلس مجلس التجارة يعني خركت عن نطاق المدرسة حبيتي لحقاش الإدارة عجبا الحال سيدة وقت الله كتتخدم وهذا حبيتي مشيت من تمك وهم جابونا أساسي ذلك يزدو شرحو واستدعو تلاميذ مدرس أخرى وساقصونا ولمشي تندابا ذيك المدرسة غتجبر تصوار ذلي مع القين كان هتار وعندو فيديو سباقي كي قولوا التلميذ دابا تلميذ هايدي كتعنت وكتلا ناشيطة مع العلمة كنتي مشتهدة لي كنجي من الأوائل بس كنتي ناشيطة في الأكتيفيتي هادشي 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 ناشيطة فيه أخذ ما مجيديك تلميذال لي مثلا تجي من الأوائل لا الحمد لله بعدي بصافي بعدي سبعة 14 مزيان صافي خمس صافي مزيان يعني ما نقدرشي فهمت فيدي صافي وصافي وكان ديما بكي نتشي كب الله يرحمه كنتي بقيت حك أم عدشي هوا ديك شي كنتي عملوش حال هادية فكانكي ننضم وهدي أني بحق أنا ما حضرت بالوراثة يعني أنا ما حضرت علي يعني من لي أنا كبرت ورجعت هيدا متلا ستاسبعتاش ما حضرت على باكي ننضمت وشابرو لزوتال حق عندي تساوار وعندي بزاب لي جوستيف كي جوستيف يأنبام فهو كانكي ننضم وكانكي بدم عيد العارش وكانكي شابرو لزوتال فهو وكانكي نديمتا هو عرق ويراتي بلا مفطن وكنك يتحك سبحان الله وكنك يعاوني بيشقاعك تبعا كيقول لي أختيك تديل واردو أختيك تعمل هادي ويجريتها هو ويعطيني باش نشري ذاك شي يعني كن دايما معايا صافي ماشي مشكل صافي وماما كنت كتعارض خايف عليك يعني كيقول لي إلي كدك شي بقى صافي خليها مع العلم كان كيقول لي لما كراتي تكون كونطابلية محاسيب محاسيبا يكون عندك بيروف بولفغ هايدا وتكون هاديك يشوفني هايدا ماما كتقول لا ما خصي ولكن في النهاية انتي بتختاري حياتك طبعا الحمد لله كان دايما هو كيخاليني أنا نختار هادي ولكن بالمراقبة دياله دياله هو طبعا كل حاجة كل حاجة كان كيراقب فيها ولكن عن بعد ما كانشي أبسارم ولا يحرم أو لا يشوف كان كيراقب عن بعد يتهاود معانيا ليه دور كبير في اللي وصلت له اليوم سكينا دور كبير بزاف كان عمد لي مرحوم الحبيب ديالي مرحوم ضير حمي وسالي دور كبير بزاف درجة أنا في عمر 23 عشر عام وباقى كنت كان قرأة في طرواز يامانيو كان عندي تخرج كنت كان جي من مدرسة كان كيسا من مدرسة من الكليا من الكليا كيقول لي شنو قرأتي اليومة شنو عملكم أسر لسه بيسألك كيسا قسيني ولكن كيسا قسيني شي بطريقة يعني شنو عملكم يتهاود معي ويجي 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 عندو كان عندو معي شي تفاصيل غريبة أكيد طبعا ربنا يرحم ويستعلي بإذن الله أميني رب أمرها طبعا سينا البكالوريا مشينا بروميراني بروميراني كان سماع كنسمع سمي عدلو ينظمو حفلة تخرج أنت غيكة تسمع أنا غيكة نسمع أنا سمع عن إدارة أخصي من الضمو حفلة تخرج بش كما أنا سمع نسمع من نزل دو زياماني ولكن ما كان شي بيجي كبير مشيس على الإدارة السلام عليكم الله بس بخير سمعتكم قسكم تعملوا دي لعبتي ايو شنو بغيتو استقلت لأتم بروميراني معدكم تدخل كتدخل بزيام بره يا بنتي هذا كلام كبير عليك قلت له مليا مشي مشكلة أنا ديجا فاش ديجا كنت كان مننا دواس فضرها صحيح جوستي بزام شنو دي حكت قلت لي احنا عنا واحد مبلغ هاشنو عنا وخصنا لوتل وخصنا موسيقى وخصنا كوميديين وخصنا صونغيزاصون لكل غرش وخصنا لوتل وماكلة وش تقدر؟ قلت له نقدر شعن قول لك من يجي ثلاثي كامل بذيك الثامن ديالة قسم الشلوطة واو برافو عليك قسم الشلوطة والحفلة طلعت طب ما تقدرش نذكر الاسماء ولكن لو نذكرتك الاسماء اللي يجي بتفيديك العام اللي هما كانوا مثلا ساويين لكن بعد ثامن تصورش ده دليل على يعني قدريتي بالإقناع اعتبر قدريتي بالإقناع شيء مهم في الدومين ديالك قدريتي بالإقناع أفهم اللي عملت ذاك الحركة هذيك في الدوزياماني الأستد اللي كانك يقارني management marketing قال لي بغيتك تعطيني هال المؤسسة ديالنا بغيتك تعطيني شنو قدروا نبدلوا فيها شنو قدروا نطوروا صافي تخل معي في تسير خلص انتي تتخديمي معنا بقى في الإدارة صافي اللي قريتي تطبقوا صافي فضيك شي اللي عمل معي صافي اللي كنقاري هانا في الاجيسيون management marketing هذي صافي تطبقوا لأرض الواقع هذي المدرسة شنو قدروا نزيدوا فيها شنو قدروا نبدلوا فيها من درجة صافيت ما أحسن نطلق شو يتبدل هذي الحيث خصويت أبي يرو فيه الفيني اللي عندو علاقة فهذي أستد عبدالله اللي ندكره بالخير عندو عندو وحد بصمة فهذا شي هذا الحقاش تاني الفرصة باني نهضار ونقولها وكتبت كل شي أنا هذي تبدل أشنو خصويت زاد هالي بيسيات اللي خصومي تبدلوا البلاكة اللي خصويت تحيد يعني خدمتي كأن هدا مشروعك كأنني مشروعي خطني شنو خصويت تبدل فيه أشنو خصويت كتخدم قلبك سوكينة طبعا طبعا والناس اللي أنا عمل معهم كل أبو غاسون إشي هدوفي تشي هلا تباركد له عليكي إشي هدوفي تشي هلا بكوني كأنت كأمرأة كأمرأة دا يعني كان بيواجهك في صعوبة طبعا ما كانوش كيتيقوا فيكي يعني الكليان ديالك أول حاجة أي حاجة أخذتك خبرة مغل أنو التيقى أني كأمرأة أخذتكو عندك خبرة لابا صافي وثاليت خدمت عند الناس طبعا واحد العام وليعام ونص من موراها قررت نعمل ديالي صافي ما برصاني ماشي مرتاحة مقدرش نجسيوني ديالك سيد قلت له أنا مرتاحة نكمل معك واحترم الرغبة ديالي وتهوا عاوني عاوني وقال لي ها فين تشري هادي ها ما ينجيب هادي مبركة الله فيك وحد الساعة بقى معه أون كونتاكت وليح تشي حاجة فلزافين موي عايتلي بقى شي حاجة فلامبخيسون كومينيكاسون كي عايتلي والعلاقة بيهما عندي معهم زيانة بزف سيارة سلمت بواق صراحة ذا من بقي مزيانة معه بزاف وصافي وديك ساعتك عملت ديالي عاوجت لي كاتولوج وجت لي كارتفيز أنا كنت كان ضرب كبير زا من سيدا نظامات عملت ما عندي أنا من ابتدائي وأنا محضر عيد الحب وعيد المرأة وكله كنت كان من الندوات محاضرات إيفينمون ديال إيفينمون ديال الموسيقى وذلك شي من غير أنا هات شي هذا يعني المهرجانات والفنين طبعا كنت مشى معهم هيتا صافي من لي وجت راسي شركة ديالي كل شي خرجة نسوق باش نجيب لي بخوجي باش نشوف لي زوتيل باش نشوف لي مول باش باش وبديت نظر السلام عليكم نانا 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 الشركة بقى جديدة كيشوفوا الشركة بقى جديدة ما عندي تا شي حاجة خدمتها بهات الشركة ولكن ديج عندي الاكسبرينس بحديتي كما هذا قام باعة آه آ واخ هه أحبط أحباط أنت متعصر شوية لم لمت روحي ونطس لم لمت أشلائي لم لمت أشيائي ونطس سافي قلت أنا بغان شبر أوتل نضمنه لزيفين موجالو أو نكريله الماتيريال تبقى العلم ديك سامة كان عندي تشي بياسة ولكن كنت كنت نقدر نجي بشي حويج ما عندي الناس قدر نكرههم ممتده تتصرفي يعني؟ طبعا يعني كي الناس المقتصص ديلا أنه يتكري الماتيريال واحد لامرش قليلة اللي انتنا تقدر تزيد فيها وتعطيهن ديك الناس آخرين التامن اللي هو معقول في السوق نعم نعم وتقدر تنظم لأنك انتنا مرتاحة تبقى غالثة وانا نعمل كل شيء بالكامل كي تصرف باللوغانيزازون بالدكوراسون بالمكلاب كل شيء كل شيء سافي يعني هذا هو الطموح ديالي ماشي الطموح ديالي نعمل ماشي قللت منهم ولكن لكشي فاش كنت نشوف راسي يعني دايما بتشوفي نفسك في الأماكن الكبيرة المؤتمرات المهرجانات ننظم الناس ننشبر المال نشبر اذا كان دقت هذا البيبان اتو كل شيء عنده دياليه كل شيء عنده كل شيء يشوف الاخراب ليلو كل شيء يشوف الموحيد فغان نبدأ بالصغر يعني ان انا عمد لزيفان امو مثلا ايو ايو غان نرجع لزانيفرسا نعم عيد الميلاد والتزين والتعزين ودك هذك الحالي جبار شيت شريت المطالية لدك شي كامي معي كانوا بقي فروز الورد كان لسه عندك كانوا بقي فروز الورد بيوم تقديمت المطالية تمركد الله عليك زي ما برافو عليك يعني عملتهم في مشروعك عملتهم في مشروعي وبيهم كريت سوسيت يعني حتى الاب ديالي اللي يرحمه معاك يتسبع الوفد ديالي الحبيبي يا بله يرحمك وباقي نقل لك شنين بمورد وباقي وباقي باقي وباقيت باقي تابعني وديك ساعتك فجنو بعدين أختي يعني تبدأي في الاني فاغسيل وديك شي ديت كان عمل لي زاني فاغساق ولكن بوحد لو تيم ديالي أنا مثلا سنين دخول اللي كنت عمل تيم فروز هتجبر سكوف كل هوا دبلي بالون في الشي يعني ديك شي متقون يعني كنت كان طلبت عمان ديالي ولقيت إقبل الحمد لله كان طلبت عمان ديالي معقول وديك نخدم في لي زوتا لديك ساعتك لي زوتا رجبك يشوفوا الخدمة ديالي يعني عارضتي نفسك بشكل غير مباشر عندهم مثلا انتي نخصك انيفرسير كتدخل عندي فيسبوك وكان فيسبوك ديك ساعة انستاقرام ما كان شي بحل دابة ما كان شي عيه طالب حل دابة طيب كتدخل عندك بغيت انيفرسير أنا كم تقول دك شي اللي أنا بغيته والتام اللي أنا بغيته باش تكن نقنعا نستعمل دك شي مزيون يعني كل شي حاجة عادية يعني هتعملي وهتصري في اعمليها مع او طيب يعني ديك ساعتك وفيك وتكن متلا اللي حسن حظي عمات ليزان يفرسيرك في الزوتا مزيوني في لون بلاس مو مزيوني في ديك المدير او المانرجر ديك لبلاسا يشوف ديك الخدمة ديك شي كساقسيني هذا ديكو غاسون زيونة عنا واحد لافين مقدر تعملنا ديكو غاسون عادي نقدر حقا نظر ما عندي شركة لاندي شركة يعني صافي واصلا اوتوماتيك مو كيحاول يعني كيشوفك هكذا اذا ما عندي شركة لا انا كان عندي شركة وكان عملتها لزيفينمو ووكي اول مرة عايتو لغي على لبالون ممكن قلت له انا ما عندي شي اغي على لبالون دينا عندي حقات كتير اوية تلني حلوة كان مل بوز كافي كان ملعو الوغانيزة لزيفينمو اه اه اذا ناتشي قريك وادا بروجيت الوغانيزة لزيفينمو اهم مزيان اذا كنت اترك وتفيد كان ملعو يعني بشوية بشوية يعني ودخلت لهم مهشتيني بحقائق مباشرة والناس اللي كانوا الحمد لله تلقيت من الناس مزيونين عملوا اعيد ميلادو لادو برايس مزيونة ايو دا ساعدك دا ساعدني دا دليل على انو الانسان لا يترفض اول مرة باشيني هيت العالم بالعكس يحاول يبدأ بش يشبر طريقة هاي المباشرة باش باش دخلت عنده محا مثلا واح الماركة تركية دخلتنا بلد بغت تعمل افتتاح طبعا بغت تعمل افتتاح فقلبت جبرت لديك بيان شو غي في فيسبوك كان عندي غيلي بوفي بوفي ودخلت بغينا غيلي بالون جلسوا معي اقناعتوا يجوا عندي البيرو بلسوا معي في البيرو وبنز كن شرح لو كان عملو كان عملو كان عملو كان عملو كان عملو فاش ببرت في تحدي الو مكامل تبارك الله عليك زي ما الاقناع ديالي قدرة انه يعني لو حد عايز حاجة تخلي اخد مليون حاجة اياك برافو الاقناع شيء مهم في الدومين انا ما كنتش باغا نبقى في ديك لي بوفي لتقاش ما مشي ديالي كانشوف راسي انا مشي تلمع غي زي ما صيادة بتصدي بها بقى بقى صغيرة بقى صغيرة بقى صغيرة او عشرين عام ودخلا وانا كان عملو كان عملو كان عملكي شوف فيك وجهك صغيرة صغيرة انت كلك على بعضك صغيرة مش مكملة نص سنتين انا انا بديت في ثلاثة وعشرين عام بديت كان هذا وبديت كان دور في واربا عشرين عام للي زوتر الالي مول مني كوميرسيالا مني كل شيء طيب سكاينة مركضة عليك لما بدأتي الدومين ديالك بدأتي تاخذي الخدمة وبدأوا الناس يعيطو لك وبدأت اسمك يكون موجود اكيد في منافسين هيحاولوا يحبطوك هيحاولوا يكسروك كيفاش يعني عاودي لنا كيفاش واجهتي هدا انا لا ابيلي لا ابيلي لا ابيلي لا ابيلي انا مصممة في طريق ديالي بغان عمل دك شي بغان وصلي انا بسألك واش فعلا وجهتي هاد الناس طبعا انا تسحر عندي انا تسحر الوصلي اللي بيرو يا لهوي والله السحر السحر للدرقات انا للدرقات دي اسمي مكتوب تحت جبرت المرض سرطان اعدو الله من الشيطان الرجيم اعدو الله كنت حطيتها في فيسبوك صورتها هيدا نزلتها قلت لهم شو فيوصلنا و جبرت المام وشي حويج كانوا غرابين وقلوا عقلو لي في 2018 وقعوا لي شي حويج لغرابين الحرب وكان رصب ذكي يحرقني وكانوا وطحت شي حويج ذكي الحمد لله القرآن وصلوا الدعاوي للولدين الحمد لله الحمد لله ناجد ودبا كيفش بتتعاملي مع هاد الأمور أرتيني لا تبالي طبعا لحقش البقاء لي الأقوى أنا كنا مشي حاجة كنبغيها طبعا أنا كنا مشي حاجة كنبغيها ما كان مرسى بحب ما كان مرسى بغرض واحد آخر أو لا شي حاجة كان مرسى لحقش عجباني مرتاحة فيها كنلقى فيها راحتي حي مثلا إن شو حد كمشي يعمل رياضة كيزوش ترس أنا كنقدر نزوش ترس غير الخدمة بالخدمة لحقش عمره اكتيفيتي معا خيار نزوش ترس لنا طبعا كنت مشي لانستالة من والصانوزة مراه كنتمشي لانستالتشان و الليل طابل مراه الكاتب تورغانيزي للك في ديالك نوع هات شاب هو هو تعمل نوع شاب بدا عمره أحمد رأانشي طا من الأخي تساليخ يجمع كونا عجال دياني متع وسبحان الله عنديك الطاقة لها الشي كامل الحمد لله يعني في ناس يقولوا يا شي صحيب طبعا متعب الكيب ديالك كيف يعني كيف العلاقة ديالك بوس يعني معه ما كانت عامل شي بوس كانت عامل ليدر كانت عامل يعني كيب مع ضعطتنا ماشي أنا دعما صافي أنا جيت كوشي خيشي سكوت كوشي خايف لا 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 ما نقدر شي أنا أصلا ما شي هكذا أنا كي عجبني نتعامل طبعا كين وغي سبيكين كل شي ولكن أنا قصي نتعامل معهم معادي يمزيان ضحكين ناشطين ولكن ساعد الخدماء الخدماء والجد والحمد لله الحمد لله الحمد لله إحنا فخورين جدا بكي غد نتوقفوا بعد شوية لفاصل نسمعوا شي حاجة هيدا ترتاحي من الكلام مسكينة تشرب لك كوبة ميا ترتاحي ونرجع ونستكملوا الحديث ديالنا مستمعينا قصة سكينة مازال هنستمعوا لها أكتر أتمنى أنها تكون ملهمة لكم لسيدات خصوصا لأنه قصة ملهمة جدا تبارك الله عليك إذا مسامعينا غادي رجعوا من بعض الفاصل خليكم معنا تامعينا رجعنا معكم باش نستكملوا الحلقة ديالنا حلقة كلها إثارة وتشفيق مع سكينة فغلومي اللي بتعودنا على القصة ديال بداية ديالها تبارك الله عليك سكينة هاتشي كامل اللي عودناها في الجزء الأول كان عبارة عن بداية أولى طبعا باقي عندك بداية تانية أول أحكي لنا بسرعة يعني عن البداية التانية البداية التانية بعد كورونا يعني إحنا الثلاث سنوات وحنا في كورونا كل شيء مشدود في مكيني شيء طبعا المطرية الرجع حياتي وأنا نجمع من الفين وثلتاش وأنا نجمع في المطرية صافي ثلاث سنوات لما مشا ما طرية تلاشة اللي تهرس اللي تخصى اللي مبقاش صالح صافي أنا كتسحب لي صافي أنا مشيت أنا نساوي الناس طبعا تفلس طبعا تفلس لا ما فيها شيء شك يعني طبعا تفلس يعني أنا بقي تكرب الناس اللي خدمتلهم يخلصوني باش نقدر نخلص لي بقي كيسان نتاءنا والروينة وهذه غا مأسة مور كورونا طبعا فبديت طبعا عاو من الأول من الأول ولي رجعني هم الناس كانوا كيسوني ولي حسن حظي أنا نساوي خدمت معهم اللي صافي تلقوا الخدمة و تلقوا ليزافين مو عايتولي ألو السمعة ليك مزيانة كانت؟ الحمد لله حقاش نيفو دي لزافين مو جالي كنفتخر بيهم في لوجانيزاصون جالي كانت سامي الحمد لله كتعجبني الحمد لله الحمد لله حمد لله حمد لله يعني كنا ما دك شي بقي تقاني وبحب حلي قلت لك صافي بدوك يا عايتولي ألو سامعليكم معنا لزافين مو واش رجع واش رجع واش رجع واش ما رجع 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 عملت في الحامس أنا كان قول صافي زعملنا لا سيت وقاع الناس اللي كان شي بوست بالدل فيه واللي كان شي مدينة صافر يعني الناس اللي كنت كانوا عارهم اللي كنت نخدم معهم أكد ما غديش نلقاهم هذا هو اللي كان في بلدي ولكن الحمد لله معلي كونتاكت معي الحمد لله أنا ما كنت عاملة في بلدي غاد نرجع عندي وعندي واحد آملت خمسة في مئة رجع خمسة في مئة ما غير رجع شي ولكن ما سحب ليش غير يصوني عني كنت غال عاود من الأول من خروج وها أنا رجعت وها الخدمات ولكن من اللي تلقو عايتلي أول واحد أستد أمين أخرف طبعا أستد ديالي اللي قراني ومعندو تخرجت وعايتلي قال لي سوكينا واش راجع قلت له بيان شو وانا الله رب اللي يعلم يعني زيرو ماتيرير زيرو درهم راجع بي في أحضر راجع سيدي شكايني وي عنا لزيف المو تاك 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 أجين عندي نقلصو مش كيدي عندو شفت انو كانك أقول لك درهم زيرو ماتيرير جبها مرحبا سافي مورها عايتلي لوتل اللي كنت نخدم معاه أجي سوكينا مورها لوتل ثاني أجيسك أنا قلت لك فارقعت الحياة الثانية أيوة مساعدت تحية طبعا كبيرة ربي خليك مساعدت الزوجي علي مساعدت دي الماما ومساعدت ساد الأهل الزوجي علي زيو ما كان عندو فضل بشف الرجوع دي علي فضل كبير صراحة هاد أربع ديناس حيتاش أمنوا بيكي سوكينا وأمنوا بقدرتك وموهبتك وشغلك اللي بتعمليه من القلب عليها ساعدك الحمد لله زيما الصراحة وزا في ميليشيا مكيشفوا بيتم تلافونات نسك سعيتلي بش تخدم مكيشفوني زروا الدرام زروا ماترال لعليا بشعة الخبابة وعندها 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 عندي الدومون ايو ومعنيش الماترال صافي هديك بحال بداية الثانية يعني ماما والزوج جيالي يعني فترة الكورونا دازت عليكم صعيبة سودة سودة والله إلا سودة ما حبيتها شي ما تحاعد مبغيها أصلا والأم دي الزوج ديالي والأخت واخته الحمدولي تحيليهم كبيرة طبعا ومالك أنوا واحد سبب بش رجعت والحمدولي الله كوش رجع المياه المجريه والقدمة رجعت الحمدولي واخها مش بدك نيبو تشحل هادي ومشي بدك القدرة تشحل هادي مثلا تفن نسف الخدمات في كل شي ولكن كميم هني كان حاولون قدرون يطورون ومتي اهو لسه لسه صغيرة ولسه ماشي القدام ولسه المستقبل صغيرة فيني حبيبتش لا يعني صغيرة يعني هيكوش حال في عمرك مثلا ثلاثة وثلاثين عام بقى صغيرة أختي نبديد في ثلاثة وعشرين عشر سنين وانتي فمتومين طبعا ولكن قبل دك شي كان عندي خير يعني هي بدأ من خمس سنين وهي عندها خفرة ماشاء الله طب سوكينة تباركد لعليك أنت عندك ابن أمجد الحمدولي الله العسور ربنا يحفظه يا رب يا رب كيفاش بتقدري توفقي ما بين الضار ديالك والخدمة ديالك كنحاول صراحة ما قداش نوفق مياه في المياه والله يسمح لي منهم كزوجي يالي والابن ديالي ولكن كنحاول نعمل جهدي كل شي قدوز بالصبر الحمدول الله رجلي زوج متفاهم يقدر هات شي هذا وكي حاولت هو كيساعدني ويخاف فعليا مثلا خوصا خوصا من اللي عملت العائلة يعني كان لقى ضغوطات يعني كيحاول التعاون معايته هو ويساندني وطبعا مرة الولدي كنخلي مرة عند مما مرة عند يمه مرة عند يمه يمه هي أمت الزوج ديالي كنعانت له يمه نعم كنحاولت هم يعني كيسورهم معي تحية كبيرة ليهم كل الأمهات وكل طبعا كيساندونا وكيعاولونا الحموات الطيبات اللي بيشبروا الأطفال اللي عادوا حمدو لله لقيتها حمدو لله وكان حاول يعني من هالمين كيكون عندي ولو كانحاول نعطيهم الوقت مثلا أسبوع من عندي ولو أنا معاهم ولكن كنقول وشوف ما تبعا ما تجعي للمرأة تسمح لي واحد يومين ثلثيين ما نسمح فيك عنا ملنا دا كوغاس وهنا 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 ولزا بين وهنا 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 تسمح لي ايه سافي ماشي مشكلة طبعا كلي قدر ولي كان قاعي يقدر يساعد او شي حاجة كن كوش يدوز بالصباح الحمد لله طب في في الختم الحلقة وفي آخر كلامنا اللي لمسخناش بي صراحة مازالين بغين نتحدثو نحكيه نربع ليجي ان شاء الله ان شاء الله كل اربعة معنا سوكاين تحكي لنا كالصفشة اسوكينا شو هي اللي كتقدميها للسيدات وللنساء بشكل عام باش يتيقوا في نفسهم في موهبهم في قدراتهم يتيقوا في قدراتيانهم وما تتحبط شي مالموحد ديالا وما تسمعش الهادرا الشخصيات السامة يعني يكن وجهه بزر ده 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 شخصيات سامة ركز في طريقك ركز في الطريق ديالك ركز في اللي انتنابة غتعمله ودرسه مزيان وقرع عليه مزيان ومشدك شي بعشوائية عطي القيمة نرأسك والقيمة نخدمة ديالك والقيمة نعائلتك قد ما عطيتي القيمة نهات شي هذا كامل اللي قلت غد تمشي مزيانة قد ما قللتي من أي حاجة من رأسك هملتيها وحاولتي تنابيدك من أقصة من رأسك حدا الناس ره مشكل قللتي من مظهر ديالك مشكل قللتي من الخدمة ديالك قلت الله عن دوزة باش ما كان مشكل مع ما عطيتي هاشي واحد نيفو واحد هاد مشكل كل حاجة عطيها قيمة عطيها نيفو احترمة وبغيها غتمشي فيها وقدرها ما تقولشي وخا حاجة بسيطة هتعمل لغي بشي شكل بسيط عطيها حقها وحبها وعيش معها انا كي جنين عيش مع الحاجة ونشوفه في حالي غنعمله في الدار ديالي كنحاول نعمله بلسة اخرى ونخطط له ونشوفه كيفاش عامله بعد نحاوله اي مرة عنده شي حاجة صغيرة او لا كبيرة او لا في الدار او لا في اي حاجة تركز عليها وتخمى وتدرسها مزين ولك تتيقف راسها وتيقف الموحيد دياله توكل على الله وتخدم وتصبر وليكن تيب امن بالحاجة هتوصل لها ان شاء الله طبعا تأمن بالقدرة دياله ان شاء الله مازال ان شاء الله التألق والنجاح والتوفيق كله لكي سكينا فاغلو مينا ورتينا هتو الصباح شكرا على صراحة ديالك والعفوية ديالك فتحت لنا قلبك وحكت لنا القصة ديالك كنتم نوليكي النجاح اكبر واكبر ان شاء الله شكرا بزاف حقيشة وشكرا بزاف تاخد كامب راديو شكرا عاطب شكرا لنسلي معنا كاملين في كامب راديو شكرا لكم صدفتوني عدد السباحاتكم شكرا وانا جد فخورة بكم ان شاء الله وشكرا بالسوق عوش مبروكة لمستمعينا شكرا ببروكة رمضان مبارك يدخو عينا بالصحة والسلامة وبالتيصير ان شاء الله يا ربي ودايما احسن الى احسن ان شاء الله شكرا بزاف سكينا فاغلومي على الحضور ديالك شكرا عاطف الحبيب شكرا لكم مستمعينا الاعزال الاستماع ديالكم لحلقتنا لليوم اللي غادي تقدر ان شاء الله شوفوها على اليوتيوب فور نزولها شكرا على يعني كل الكلمات الجميلة لقلتها سكينا يعني النصائح اللي قدمتها للسيدات اللي قتمنا ان شاء الله انهم ياخدوها بعين الاعتبار مستمعين الاعزاء نطلقوا غدا ان شاء الله في نهاية حلقتنا صباحكم مبروك